كان احد واصحاب الماني احمد اسموه المروسين مضى في صفر فلما اقرم عليه الليل صدى بقعته ثم اختشع ونام ولم يدري من قلبة الليل انه كان نائما على قبر وهو نائم ورأى المروسين صاحب القبر رأى في الربيع يقول له يا هذا لقد آذيت فقال المروسين في الربيع وربيع الموجع وانت الموجع خيبا لا يستكلمون الا لعاق قال له ومن انت ينحن الجنور قال انا صاحب القبر الذي انجب نام عليه قال لأك من القبر اخبرني عن ما انتهي فقال صاحب القبر في الربيع لا مروسين والله ركعتك قال لتاني ركعتهما خير من الدنيا والنزل باستياف الى الله من ركعات في الليل اعظم الضربات اليك والله افانا غوريا لا تذكر وقدر ما نحن عن الوقوف بين الى الا في الغيب الا بمعسية اخترافها في النهار هذه المعسية التي في النهار ان لم يقبها جواه ولده تعيب العبد على ان يقف بين يدي الله واذا اراد الله بعبد خيرا واجلالا ومحقا مكن له ان يقوم بين يديه المرات تودى حق زمجها ترعى حق ابنانها فاذا نام الزوج ونام الاباد قامت تصني بين يديه رجلون ما انه على الاولاد ما انه على زوجته ما انه على الاحوال البيته مما يفعله الناس بداء هدى انه على اهل الدارق اطفأ الانواع هذا يشترك فيه جميع الاباد لكن الذي يقدر به احد عن احد عند الله انه قبل ان ينتي في راشد يتوبط ويصني خير البيوت ما فيه مصنن مضطرح مطور سجادة انا ذكرى تبقى على القبلة الليل والنعم كل من شعر من اهل الدارق في نفسه هو في نفسه النشاط في قلبه الاقبال على الله اتى الى هذا المكان وصلنا واذا وافق هذا الاخير الديل ثلث الديل الاخير كان اطرب الى الله الله عز وجل يقول انما يؤمن يؤمن بيعدات الابنثية لذلك الابنثية لها خبر سجد وصدحوا في حل ربهم وهم لا يستخدمون يعتجاب جنوبهم عن المطاجر يكون ربهم خوفا وضمع ومما رزقناهم من فضول فلا تعلموا نفس المعرفية لهم بالقربة يعيون لذا بما كانوا يعملون توخى آيات عرضا وعليا وكليم فيها نفسه ديف بين الى الله كن في دعاء الاستفتان السلام الله عشر والحمد لله عشر الله عشر والحمد لله عشر والحمد لله عشر ثلاثة من النبي صلى الله عليه وسلم استفتع صراطه من الين بهذا هل قاعد بها الاستفتاع بذنها وسلم الله صلى الله عليه وسلم ثم اطرأ صورة الفاتحة بصوت يسمع فيه نفسك ثم اتوخى من آيات الضعان العظيم ما تعلموا ان الله عز وجل يحيك به على انشع بين يديك وميعون ولكن خلقنا الانسان على سلالة من طين وما جعلناه نطفة غبارا المكين وما خلقنا نطفة عاربة فخلقنا العارفة مجمع فخلقنا المطفة اضاما فكسونا النظام الرحمة وما انشاناه خلقنا اخر فتبارك الله أحسن الخادقين هل هو مثلها من الآيات تقربها یا سلام سلام ان joust منétais ١٠٠٠ آيات لم يبدو فنالغافعين ومن قد بمئتي آية قُتِبا من الغالقين ومن قد ب inadحنائ fill ومن قام بآية قُتِبا من الغالقين خلقنا's лу هذا يدني من ربك عز وجل يقدمك من طبعا قسمه وجمه سلام